عندما يشتكي الشعب في أكيد أن هذه الشكوى لم تأتي من فراغ والأصعب أنه الشعب لما يشتكي ولما يصرخ يتم تجاهله لأن هذا التجاهل وهذا الاسترخاء في التعامل مع مشاكل الناس يضيع الفرص على الجميع وعندما تتبحر أو تقف مزغيا وناصحا لطبيعة شكاوى الناس تلقي الناس تشتكي من خبزتها تلقي الناس تشتكي من البطالة تلقي الناس تشتكي من غياب هويتها تلقي الناس تشتكي من السلاح المنفلت تلقي الناس تشتكي من المنهجية والعقلية السياسية التي تحكم الحكومة وتحكم الدولة تلقي الناس تشتكي لأنه لا هيبة للدولة تلقي الناس تشتكي 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 وما أكثر شكاوى الناس ولذلك عندما تكثر شكاوى الناس ويكثر صمت الذين عليهم تقع المسؤولية في المعالجة فأكيد أن هناك شرخا كبيرا أو حدثا أو واقعا جديدا قد لا يبشر بالخير سوف يحصل دائما الشعوب المتطورة والشعوب المتحذرة والشعوب التي تحكمها القوانين والحكومات التي تحكمها الشعوب التي تحكمها القوانين والشعوب المرفهة هي الشعوب التي استطاعت حكومتها أن تنظم هذه العلاقة العلاقة ما بين أفراد المجتمع والعلاقة ما بين المجتمع والحكومة والدولة والسلطات الأخرى بمعنى أن الشعب والمواطن هو القدح المعلى فلذلك صناعة القوانين أكيد القانون لما يصنع ويشرع ويصوت عليه هناك حاجة حقيقية للقوانين لكن في العراق غابت قضية ترتيب سلم الأولويات والأهميات للقوانين العراق اليوم بحاجة إلى قوانين تستطيع بها ومن خلالها أن تعالج المناطق الرخوة التي أوصلت البلاد لهذا المستوى المدمر قوانين تجرم الفساد والفاسدين وتتيح مساحات كبيرة للهيئات المختصة والقضائية والإعلامية بملاحقة هؤلاء الفاسدين قوانين تضيق المساحات على الفاسدين وتمكن الجهات المختصة لكن الذي يحصل اليوم ردة فعل عكسية مخيفة جدا عندما يذهب البرلمان والحكومة والجهات الأخرى إلى اعتباد وصناعة قوانين تصنع الدكتاتورية وأية دكتاتورية قوانين لم يشهدها العراق في تاريخها بمعنى أنك تأتي إلى الحاكم وتضع بدل السيف عشرة وتقول لهذه رقاب الناس وهيت لك الواقع المريض دائما يحتاج أن ينتج قيادات قيادات حقيقية تمتلك رؤية وفكر وإرادة ومقدرة ومشروع ومنهجية تعالج بهذه الأوضاع الشاذة وتخلص وتتخلص من كل الذي يجري وإن لم تكن بهذا المستوى فقد تكون رقابها هي الثمن هذه حقيقة جربت وصارت وماثلة وإلى الآن يدفعون ثمنها القيادة قيادة القيادة مصمون عشر بلف القيادة كارزمة القيادة معرفة القيادة مسؤولية القيادة حنكة القيادة واجب القيادة انتماء القيادة قراءة القيادة منجز القيادة تحقيق هدف القيادة لا تحتمل الخطابات القيادة لا تحتمل المواهات هنا أو هناك والمجاملة هنا أو هناك الذي تجتمع به هذه الصفات يستطيع أن يكون قائدا بمستوى الشعب العراقي وإلا إذا ظلت الأمور على هذا فقد تكون الأيام المقبلة حبلة بالمفاجآت والنتائج وهذا الذي لا نتمنى سيسر 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 بكم موسيقى ترجمة نانسي قنقر